صباح الخير عليكم الابنات كيف ما كتشوفو هاد لقاطو هاد الحلوه هاد ديالا فرنس هي لغو سيد ديالا فرنس يعني خليكم معايا تتابعوا معايا الفيديو تشوفوا المقادر ديالها هي كتتعمل بثلاثة المقادر اربعات المقادر فقط اربعات ديال المقادر فقط البنات كيف ما كتشوفو ملداخل رهاني شفا ولكن غانية بالفرماج جزاف غانية بالفرماج قد تصيب الفرماج والبنات كيف ما راكم تلاحظو قسمت لكم واحدة قد تقلب الزيت ولكن ما كدخلش لها الزيت الداخل صراحة كانحتاج خمسة ديال البيضات كيف ما راكم تلاحظو خمارات الحلوه فانيل على حساب الدق الفرماج هاد النوع ديال الفرماج ولا اي نوع ديالجبن يمكن لكم تديرو خمسميةة قرام ديال هاد جبن نسف كيلو مية وخمسين قرام ديال الزبدة انا ديرى نسك ديرى خمسمية قرام غادي ندير مية وخمسين قرام ديال الزبدة الدقيق نصف كيلو كيف ما كتشوفو يعني الفرماج نص كيلو الدقيق نص كيلو كيف ما كتلاحظو شوية ديال الملحة ضروري تابعوا معي كيفش غادي نحطرها وتابعوا معي العجين تاعة كيفش غادي يكون وخليكم على غسط وان شاء الله زوينا بزاف وكيموتوا عليها التراري والديدة وفيها المعنى يعني غانية بالفيتامينات كلها تكون فرماج احسن نوضعه خمسة ديال البيضات كنديرو معي القصغيرات الملحة يعني اللي حسب لقي الدوق وكنديرو كذلك فانيلا واحدة انا بغيت ندير فانيلا واحدة اللي بغات ما تديرش سكر تدير ثلاثة الفانيلا ما تستعملش سكر انا ما تستعملش سكر ما تستعمل فعلا ثلاثة الفانيلا ونسكيلو ديال الفرماج ما تستعمل ثلاثة ديال البيضات ثلاثة ديال عفوا ثلاثة ديال الفرماجات بغيت نشرح حينت ما غادش نكتب عليها واللي بغى الفيديو وتتابع الفيديو انا كنحضك الشي واضح ويعني ماشي شي حاجة اللي غادش نكتبو عليها او شي مادة ما معروف عاش كل شي معروف هذا يقول الشطوفي انا كندير هات الفرماج ديال لوكسنبورك يسميه الشطوفي اي جبن عندكم قاعدين تأت وضعوه الزبداران يطيحت شوية في الميكخونفيل او الميكخوهند كل حاجة عنده جسمية وضعوهند مقابل او الميكخين او الميكخين وضعوهند يجب أن نضيف الزبدة والفرماج والخميرة سوف نضيف الزبدة والفرماء نحاول أن نضيف الزبدة في الضغط نضيف الزبدة سوف نضرب العجين نضرب العجين سوف نلو العجين كريمة ليس جميع المجددا نضرب العجين اريد ان تتحرك كيف ينهزه و نقلعه انا بالصراحة لا يحب لكي نكذب انا تساعدون القفف الزيت بالمع القوضة درت في القفف وضعتها في الزيت هنا يستعملون بالنسبة لنا كل شيء هنا في لوكسنبور يستعملون بزاف هنا وغالية بزاف في المخبازة تكون غالية غالية تأخذ 4 ب 3 أورو 4 ديال الكويرة 3 أورو وما تكون شبه لها ديال البنت لا يستعملون في هذا الفرماج لا يستعملون في هذا الفرماج 5 أورو 50 درهم مغربية يستعملون في هذا الفرماج وضع الزيت القياس وعلى فكرة بالنسبة للزيت البنات لا تقلق فيه أحضر في هذا الفرماج يقدر يقصر يحضر يكفي الميزة لأن هذي بحل البيني يعني اللي يعملون في البيني وفي شفنج المغربي بحل الزيت يعملون كذلك الزيت ما يكون تماما اضيف تحضر زيت تاكف الأمر إذا تضع ملسه نقوم بتحضيل زيت تأكف تكون ملسه نحن يتواجم الملسه وتقلبيها ديك الساخس هي كتتقلب الراسها عرلشتها ما تقلبتش الراسها تقلبيها باش ما تتخرجش ما تتتقبش وتخرج إلا تخرجت كتشرب الزيت عفوان إلا تخرجت كتشرب الزيت إلا تنفخاتها كاك دائرة عرفوها راها غادي تجي روعة كتحطي معايا لقصغير وروا لكن كتولي قداش نهيها وبالنسبة للجيب الحلواني بالنسبة للجيب الحلواني يعني مستحيل تستقف الجيب الحلواني يعني هي خصة تكون ملسا تكون ملسا ومدهونة بالزيت باش ما يتحلوش العوينة ويشربو الزيت كتتحل من الداخل المهمة البنات غنخليكم سلام عليكم ونتمنى تجربات الوصفة رأسات قلمية في المياه وانا ما كان بغيش نحط شي حاجة اللي مزورة نضرق هنا ونحط هنا راني حطها ديريكت وانتمنى البنات نجربوها وأكيد غتعجبكم وتعجب الولدات بسلامة ما تنسوا اللايك واشتراك موسيقى موسيقى